أعلنت وكالات إعلامية أن هناك مشاحنات حدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هالفي بشأن اكتياح جيش الاحتلال مدينة رفح ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوة الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا في قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوب غزة فصل جديد من فصول الخلافات بين القيادة الإسرائيلية يطفو على الساحة مع التخطيط لتنفيذ اكتياح لمدينة رفح جنوب قطاع غزة وكالات أعلامية ذكرت أن مشاحنات حادة نشبت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ورئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هالفي حيث ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرا من قطاع غزة بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي القطاع هالفي من جهته طالب باتخاذ إجراءات سياسية قبل القيام بهذا الاكتياح الضخم خاصة مع محاولة إجلاء مليون وثلاثمات ألف من السكان الفلسطينيين الموجودين في رفح وهو ما أدى لنشوب مشاحنات بينهما تضاف لسلسلة الأزمات التي نشبت بين القادة الإسرائيليين وعلى جانب آخر حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل من أن هجوما محتملا للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر بوريل أضاف أيضا أن استئناف المفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة تأتي كل هذه التطورات في الوقت الذي عبر فيه المجتمع الدولي عن قلقه بعدما أمر نتنياهو جيش الاحتلال بتقديم خطة لشن هجوم على رفح الملجأ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غيره